المهمة كبيرة والتنمية كبيرة وما تحتاجه نينوى يحتاج تحتاجه الكثير بخصوص جامع النوري هو بالفعل لقوا بعبوات ناسفة فقط لو هناك أيضا جثث لأهالي بهذه المنطقة كان تنظيم داعش الإرهابي ساجنهم بهذه المنطقة لو جثث للدواعش موجودة تحت الأنقاض بصراحة هذه المنطقة القديمة لو نتكلم عن منطقة الشهوان الإقليعات الميدان منطقة جامع النوري وحتى أجزاء من منطقة الفاروق هذه المنازل طوبغرافية الأرض فيها هي منشأة منذ أكثر من ألف سنة وقسم منها منطقة الإقليعات على سبيل المثال التي دمرت بشكل كامل أتينا بشركة إسبانية حتى تتبنى وضع المخططات والتصاميم ودراسة طوبغرافية الأرض وجد أن تحت هذه المنطقة هناك ثلاثة مدن أخرى أقرب مدينة لمنطقة الإقليعات يصل عمرها إلى ألف وأربعمائة سنة فتخيل أن هذه المنطقة ماذا فيها من تاريخ وحضارة وإرث هذه المنطقة كلها دمرت بشكل كامل لا زالت هناك كل ما نقوم بإنشاء مشروع يتم العثور على إما عبوات أو صواريخ غير منفرقة وكذلك جثث إما لشهداء مغدورين أو للدواعش أيضا ما حصل في جامعة النوري تم الحثور على بعض الصواريخ وكذلك العبوات الغير منفرقة اشتركوا في القناة